نسيب بقى ملف المنتخبات ونروح لملف آخر وهو التحكيم البرتغالي بريرا رئيس لجنة الحكام بواصل العمل بجدية لإعادة ترتيب البيت داخل لجنة الحكام رغم كل الهجوم اللي بتعرض له الحقيقة آخر أزمة بقى حصلت داخل لجنة الحكام كانت بسبب تمسك بريرا بإجراء امتحانات تحريرية لكل اللي بيشتغلوا في التحكيم سواء كانوا حكام أو كانوا مراقبين أو مقيمين للحكام وده عمل أزمة كبيرة جدا الحقيقة بريرا اكتشف بقى وجود ما يقرب من 800 مرائب حكاء حكام لكن ما يعرفش عنهم حاجة الرجل فوجئ بهم فقرر اختبار مستواهم في تعديلات القانون الجديد يعني وعمل لهم امتحان من 100 درجة وعمل درجة النجاح من 75 لكن فوجئ بقى بأن أقل من 400 مرائب بس هم اللي سجلوا فيه الامتحان وفوجئ كمان بأنهم راسبين أو نسبة الرسوب أكتر من 60% يعني من المشاركين في الامتحان بريرا عمل درجات بعد كده بقى النجاح من 50 بدل من 75 ووصل لعدد من النجاحين هم اللي هيعتمد عليهم كمراقبين للحكام خلي بالكم وده عمل أزمة كبيرة بقى مع الناس اللي ما نجحتش وكمان الناس اللي ما قدمتش في الامتحان أصلا بريرا رفض كل الضغوط اللي مارسها عليه بعض أعضاء اتحاد الكرة عشان يتجاوز عن فكرة الامتحان هم كانوا عايزين يعني إنه الشغالة هتعمل امتحانات وتاخد مرقبين وإزاي يعني احنا مش عايزي اختبارات النهاردة بقى أعلم بريرا والتحاد الكرة بشكل رسمي الكلام اللي بقوله لحضراتكم ده اشترك في الدورة 240 من الحكام السابقين وأصفرت دورة المقيمين عن نجاح 84 حكم من المشتركين وقيمة الدورة بهدف إعداد مقيم الحكام تبقى للتعدلات الجديدة في قانون التحكيم والعمل بالتقنيات الحديثة من أجل الوقوف على مستوى الحقيقي للحكام والأداء الفني وتقييم أداء الحكام خلال الموريات عن طبعا هو عمل تصنيف عبر تصفيات تتسم بالموضوعية والشفافية وأوضح أن ملف التحكيم صعب جدا وقدرته بشكل احترافي هتكون صداع كبير في التحدي الكرة لكن في النهاية لا يصحي للصحيح أعتقد أن بيرا بيأخد خطوة إدارية جديدة يعني ينقصها التطوير فقط التحكيم هو هدف التطوير بصراحة يعني وتطوير مستوى الحكام في الموريات وخصوصا فيه إن خلاص الدوري هيتم استقنافه وعندك فرصة وقت وجود منتخب مصر في الموسم يعني في بطولات أفريقيا انت شهر يناير ده بطولة أفريقيا فالدنيا هتقف هنا عندك فرصة بقى تطوير مستوى الحكام ويعمل لهم معسكرات في الوقت اللي هو خلاص الدوريين هيبقوا في أفريقيا اللي موجود بقى هيبقى يعني دولة اللي تشتغل عليهم بقى